بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين أحبائي وإخواتي في كل مكان وكل زمان أهلا بيكم في حصة جديدة من سلسلة تعليم مرضات الشماز النهاردة معدنا مع الأشية الثالثة والأخيرة من أواش الطبيعة وهي أشية الزروع أشية الزروع بتتصلى في الفترة من 10 بابة إلى 10 طوبة زي ما أخدنا في القشيتين اللي فاتوا حضرتك هتلاحز فيه كلمات باللون الأحمر وآخرها علامة استفهام والأصفر والنقطة وهكذا دي هتسهل علينا كتير قوي فبرجو اللي أول مرة يحضر ياريت يرجع للحصص اللي فاتت ويجيبها بالترتيب علشان هتفيدك كتير خالص خالص وتسهل عليك الحصة بطريقة جميلة هتعجبك طيب نخش على طول في الحصة عشان ما تقولش عليك أخدناها في الحصة اللي فاتت هنا أخدناها برضو في القشيتين اللي فاتوا انتو آي آي أوه انتو أشاي شا انتو جوك آيفول خنقونشتي إن كاربوس أوه انتفشن هيت خباف بلازمة بلازمة هتلاقي هنا مكتوب حرف السيمة لكن حرف السيمة لما بيجي بعده مي بينطق زين زي اللي في كلمة كوزموس خباف بلازمة حرف الجنجة بينطق جيم وجين لما بيجي في آخر الكلمة بينطق جيم ولما بيجي بعده حرف من عروف الكسر بينطق جيم إطانف جيج ثاميوف انتفكان النوفي نانيفول خش على طول في اللحن مرة كمان ده السؤال الأولاني في المرض نقوله مرة كمان الجواب بتاعه سهل خالص كمان والجملة دي أخدناها في القشية اللي فاتت هنقولها على بعضها زي ما هي خنطاي رم بثاي طيب نقول من الأول طب هجني سيتي نمني سيم نمني روتن تتكوي خنطاي رم بثاي نقول مرة كمان ونكمل هنا أنت بيخرج سوس بالنوتي اسمه إيرو أو زي ما أخدناها في الحصتين اللي فاتوا تفضل طب هجني سيتي نمني سيم نمني روتن تتكوي خنطاي رم بثاي هنا انت بخريستوس بالنوتي اسمه إيرو أو متهيقل الحد هنا كويس ولو محتاجها تاني تقدر توقف وترجع تاني تعيدها لو حابب بعد كده انتو آي آي ده سؤال الجواب بتاعه أوه انتو آشاي انتو آي 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 التانية طويلة شوية عشان نعوض أسر السؤال أو إيه اللي تعرض الكلمات فبنتطول في مد الألف في كلمة آي التانية انتو آي آي أحياناً ممكن نقولها إيه انتو آي آي عشان ما تبقاش آي آي كده يعني تاني انتو آي آي الله انتو آشاي الجواب سهل جداً وبسيط تاني الله انتو آشاي يلا من الأول انتو آي آي اوه انتو آشاي تاني الجملة دي انتو آي آي اوه انتو آشاي السؤال اللي بعده هتلاحظ ان بيبتلي بكلمة باللون الأحمر شا فمعنى كده ان السؤال بدايته عالية شا وعمل لك مد هنا هو عشان تعرف انها طويلة شوية كمان تاني الجملة دي تحس ان السؤال والجواب دخلوا في بعض كده بقوا جملة واحدة طيب نقولها مع الجملة اللي قبلها انتو آي آي يلا فمان انتو آشاي شاه انتو جونك ايفول نتعب ونقولها مرة كمان بس من الأول خالص يلا تفضل تبهجن نسيتي نم نسيم نم نروت انتتكوي خنطاي رنبي ثاي هنا انت بخريستوس بالنوتي اسمو ايرؤو انتو اي اي اوه انتو اي شاي شاي انتو جوك اي فول خنقونش تين كاربوس السؤال الأخير اوه انتف شنهيد خبف بلازمة كلمات كتيرة خمسة فعشان كده عملنا كلمتين باللون الأحمر هنعلي في كلمتين اتنين اسمع اوه انتف شنهيد خبف بلازمة كمان اوه انتف شنهيد خبف بلازمة كمان اوه انتف شنهيد خبف بلازمة اوه انتف شنهيد خبف بلازمة اوه انتف شنهيد خبف بلازمة والختام زي ما اخدنا في الاواش اللي فاتت طيب تعالا معاي نقولها من الاول طبه جنسي تنم نسيم نم نروت انتتكوي خنتاي رم بثاي هيناء انت بخيرستوس بن نوتي اسمو ارو اون انتو اي اي اووه انتو اشاي شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نقولها مرة كمان تبهج النسيتي نمني سيم نمني روت انتتكوي خنطاير بثاير بعد النعلى هنا انت بخريستوس بالنوتي اسم ايرو سؤال جواب سؤال تاني سؤال طويل اخر جواب اطانف جيك ثميوف انتف كان النوفينا ايه ايه فول ناخد المرد بالعربي بنقول اطلبه عن الزروع والعشبي ونبات الحقلي في هذه السنة لكي يباركها المسيح الى هنا لتنمو وتكثر الى ان تكمل بثمارات عظيمة ويتحنن على جبلته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا برضو النجم هنا متقسم السينوجين السؤال هتلاقيه اخر علامة استفهام واللون الاحمر ده اعلى نقطة بتبقى في السؤال والجواب اخر نقطة واخر كلمة فيه باللون الاصفر الى اخر المرد اسمع كده طبعا اطلبه هنا زي اطلبه بتاعة الاشيتين اللي فاته اشية الثمار واشية الميا فيها ثلاث هزات اطلبه عن الزروع والعشب ونبات الحقل ده كان سؤال طويل شوية برعا واحد اتنين تلاتة ست كلمات اطلبه عن الزروع والعشب ونبات الحقل كمان اطلبه عن الزروع والعشب ونبات الحقل اطلبه عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة الجملة اللي جاي اخدناها تعال نقول من اول ونكمل الجملة اللي جاي تفضل اطلبه عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يباركها المسيح الى اون الجواب اللي جاي طويل شوية وهتلاقي فيه كلمات تحتها خط تكثر تكمل بثمرات هتلاقيهم واخدين نغمة واحدة وده عشان طول الجواب لتنمو وتكثر الى ان تكمل بثمرات عظيمتين طيب نقولها مع السؤال بتاعها عشان تيجي مزبوطة لكي يباركها المسيح الى اون لتنمو وتكثر الى ان تكمل بثمرات عظيمتين مرة كمان لتنمو وتكثر الى ان تكمل بثمرات عظيمتين تاني من عند السؤال بتاعها لكي يباركها المسيح الى اون لتنمو وتكثر الى ان تكمل بثمرات عظيمتين نقولها مرة كمان عشان تثبت لكي يباركها المسيح الى اون لتنمو وتكثر الى ان تكمل بثمرات عظيمتين تاني الحتة بتاعها لتنمو دي لتنمو وتكثر الى ان تكمل بثمرات عظيمتين اخر سؤال معانا هنا طويل شوية فيه ست كلمات عشان كده علنا كلمتين زي السؤال الاولاني تاني ويتحنن على جبلته التي صنعتها يدا والختام والجواب جملة واحدة زي اللي خدناها تماما في القشاية اللي فاتة طيب تعالا نقول من اول ويتحنن ونختم ويتحنن على جبلته التي صنعتها يدا ويغفر لانا خاطايا اه 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 طيب تعالا كرام عين قول المرد كله على بعضه اطلبوا عن الزروع والعشوى ونبات الحقيم في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على قبلته التي صنعتها يدا ويغفر لانا خطايا آه 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 شكراً لكم وشكراً لوقتكم الي بتقضم عانا لو الحصة عجبتك واستفدت منها تقدر تكتب لنا في التعليقات وممكن كمان تعمل شير للحصة علشان أكبر قدر من إخواتنا الشمامسة واللي عايزين يبقوا شمامسة يتعلموا منها بشكركم كتير واشوفكم على خير في حصة جديدة ووشية القرابين مقبل المجمع